الاهلي كان اول مباراة مباراة قدام الرجاء اثنين واحد صحيح فوز في كل احوال فوز ولكن فوز مش مرضي الاهلي ضيع ضرب الجزاء الرجاء كان عنده لعب مطرود الاهلي ضيع فرص عديدة في الشوت الاول فالفوز ما كانش مرضي مش مفرح كده مش مبهج بحسابات الفرصة البديلة الاهلي ضيع فوز كبير الاهلي لعب عشرين دي اهيلة الحقيقة قدام الرجاء رجاء نزل متراجع بتلات مدافعين مغير طريقة لعبه حاول الرجل يعمل مفاجأة ويحكم قبضته على الأمور الدفاعية ففتحت منه تماما الاهلي جاب جول واثنين وضيع كتير جدا نادي الاهلي اجمال المباراة من الاربعة وعشرين المحاولة على مرمى الرجاء وده رابع احسن رقم في تاريخ النادي الاهلي مع موسيماني في السناء من وقت ما جاء النادي الاهلي عدد المحاولات ده فده رقم كبير ودام تاريخ كبير زي الرجاء بالزبط من المناسبة الرقمين التانين الثلاث ارقام التانين كان واحد منهم السناء فات في فيتا كلاب في الدوري الأبطال برضو المباراة اتنين اتنين اللي كانت في القاهرة الشهيرة يا خبرة بيض والمطش ده كان صعف جدا والمباراة التانين كانوا مباراة محادتين مع سيراميكا والاتحاد ان هو قدر يوصل بالعدد الكبير ده من المحاولات والفرص كمان خطيرة حقيقة الاهلي دفع تمن القرارات السيئة للعبيه أمام المرمى هم نتكلم 25 محاولة منهم 21 من جواهة 18 وده رقم عظيم يعني الرجاء كان يبدو الرجاء كان بيمثل ويدافع كانش بيدافع فعليا بس انت قلت جملة دلوقتي حلوة أوش فضل عشان الناس كثيرا متطفش عندها وصبت تشرح القرارات السيئة اه طبع القرارات السيئة دي ممكن تبقى قرارت في بوص أصلا مش تصويب علمات لا لا خالص ممكن يبقى في عرضية كانت في مستوى قليل خدت قرار ان انا مرر وانا كان المفروض اسدد خدت قرار ان اعمل كروس وانا كان المفروض اعمل مراوغة كان عندي فرصة دي كلمت انا اول مبالح كتير لا القرار ايا كان نوعه صح القرارات السيئة في التلت الاخير يعني بيرسي تاو هجمة وعيدة جدا من التل اهلي وضيع انفراد الانفراد ده على شنشاطه وهو وسطه مش معدول كان يقدر والمدافع بعيد عنه فكان عنده الوقت الكافي والمساحة الكافية انه يلف وسطه كويس ويحط الكرة براحته ووشه معدول ووسطه معدول فتبقى الدقة او احتمالية تسجيل الهدف احتمالية اكبر صح فهي ده المقصود بالقرارات السيئة طيب انا هنا انا هنا انا باجه اتكلم في ناس انتقدت موسيماني على هزي الان انا لو موسيماني هقولك تب انت عايز مني ايه تانش انا وصلت اللعيبة ال 24 فرصة للمرمى صحيح انت تتطلبني كمدرب بايه مطش مبارح 70% لعبين 30% مدرب يجي فين انت هتين في المهان المدرب هني في المهان المدرب ان انا احافظ ان اللاعبين الموجودين في الملعب يبقوا مناسبين للاسلوب اللي انا بتتبعه يعني انا قررت اروح الاطراف وعمل عرضيات كتير ما ينفعش قل عدد المهاجمين هي دي النقطة انت طلع محمد شريف وطلع وطلع ديانجو ونزل حمدي فتحي وبعدين طلع المدافع محمد عبد منق مرجع حمدي ونزل افشة جنب عمر السلية ولعب اربعة اربعة اتنين صريحة بواحد بس ارتكاز له عمر السلية يعني الاتنين كانوا قدام بعض عشان افشة يوزع الاطراف الاطراف ترفع كرات عرضية بينما هو في الصندوق مفيش غير برسيتاو وبعد شوية وليد وبعد شوية طهر أو طهر ولي ينزل مع بعض ففيش مهاجم اجمالا وانت بتعمل كرات عرضية فهاجب ان هو كان ايه يختار بس النوعية المناسبة يعني لو مكان هو يتسل مع نزل حسام حسن كانت الامور اختلفت ممكن ممكن تختلف كانت الامور كانوارد تختلف في النهاية هي كورة يعني صح فهي دي اللي تلوم فيها في النهاية المدرب دوره انه يبني منظومة هجومية ويبني منظومة دفاعية لكن القرارات جوه المنظومة تخص اللاعبين طبعا وماليحنا ليه طوالوقت مندور على لعبين بجودة افضل يا كريم علشان يبقى ياخد قرارات جوه المنظومة اللي الكوتش بيبنيها جودتها كويسة وتساعد الفريق صح